السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس 14 9 أيلول سبتمبر القمر استقر في برج العذراء هو الآن موجود يعني في العذراء ورح يظل موجود لغاية الساعة 45 دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان طبعا القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 53 دقيقة من عصر اليوم الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر موجود في برج العذراء عشان هيك اليوم منعود لطبعتنا الجادة وبننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب وبنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض معلها أي وجود وبرضو الحالة النفسية بتلعب دور الشك والغير والوسواس هاي الفترة أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عندنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي زاوية رح تأثر طول اليوم لأنها جاي في ساعة الظهر ذروتها ساعة 12 و 27 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش ابنه تم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس، العمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر والمستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وما زالت الأجواء تصلح لقص الشعر اللي هو مشت إلا التجميلة اللي هو القص الشعر العادي والصبغ والحنة القص العلاجي لسا بده يومين كمان ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج العذراء ودخلوا المسار القادم رح يكون الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة من عصر يوم الجمعة ببدأ وبانتهي الساعة خمسة وأربعة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في العذراء حتى يوم خمسة وثمانين تسعة سعيد بنسبة ستين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 19-9 منتحس بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19-10 سعيد بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 12-10 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء والضغوط والأعمال الموكلة لإلكم نضموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حاذروا من التبذير ممكن اليوم تعالج مسائل مالية أو تجد حلول لبعض الفواتير المتوجب عليه ولكن الاهتمام الأكبر هو رح يكون على العمل أو على الصحة إلك أو لأحد الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولكن بدون مغامرات ومجازفات مالية حاولوا ترتيب الأوضاع التي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعة عنك وإثبت للمشككين طاقتك وقدرتك أيضاً وحاول أنك ما تستسلم للضغوط وحاول أنك اليوم تحقق الإنجازات بكل جهد وثابر اليوم مميز جداً على المستوى العاطفي وعلى مستوى علاقاتك بالأحبة والأبناء وممارسة الهوايات والتجميل وأمور كثيرة إيجابية فاستغلها برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم والاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو استئجار بيت أو صياني أو ديكور وممكن تجد تعاون من أفراد العائلة ولكن بدك تهدئ من روعك وتوقف التفكير الشوي عشان ما تعصب كثير وتتوتر لأنه ممكن اليوم يكون فيه قلق بشأن أحد أفراد العائلة أهمش أنك ما تختلق المشاكل وما تخال في الرأي العام وحاول أنك ما تناقش بجفاء بل بليونة تامة عشان تمشي الأمور بشكل إيجابي ممكن تهتم ببعض التصليحات أو يكون عندك مصاريف منزلية أو باهتمام بصحة أحد أفراد العائلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحبارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم أيضا مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو دورة تعليمية مثلا أو الانضمام لدورة دراسية وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل وممكن تهتموا أيضا بالسيارات أو بالإلكترونيات فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو بامتحان أهم شيء يعني ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فضي شوي أو عنيفي شوي وابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتعنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد يعني بدك تهتم بالمسائل المالية ولكن يعني حاول أنك تمسك حالك شوي من نزوات التسوق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط وبإمكانكم كنتبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك أو تقرر على شيء جديد بتفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك ممكن اليوم تنتهي بعض المفاوضات لصالحك على المستوى العاطفي أيضا أنت اليوم ملفت للإنتباه بالنسبة للجنس الآخر ركز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش اليوم في دوامة من الكآبة والإحباط والأخبار السلبية أو السيئة وهي فترة فيها إرهاق وتقاعص فعشان هيك بدك تبتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة ابحث عن الهدوء والسكينة طبعا هذا الضغط رح يظل مستمر لغاية تقريبا مغرب يوم الغد فعشان هيك له الجمعة عشان هيك حاول قدر الإمكان تمشي هاي الأيام بشكل روتيني برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة وبيتطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك فرصة غربلة ومعارفة الصديق من العدو اظهر انفتاح أكثر واهتمام أكثر بالعلاقات الاجتماعية وإذا انت بحاجة لبعض الأمور تمشيها اليوم حاول تستعين بصديق لأنه من خلال علاقاتك بتمشي الأمور برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وعلاقاتهم أيضا وإنجازاتهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال عملكم وتحسين علاقاتكم مع رؤسائكم بالعمل أو إثبات طاقتكم اليوم ممكن بعض موليد برج القوس يتلقوا عرض أو يجدوا نفسهم في موقع مهم فحاولوا انك تكونوا عند حسن الظن حاول انك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث لأنه هذا بيت السمعة حاول انك ما تشوه سمعتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات الأسيامة لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم أو ممكن تقوم بخطوة مباركة وبتتلقى إشارة إيجابية وهذه فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفة وعلى كثير من الأشياء اللي ممكن تستغلها واللي عنده أوراق إلها علاقة بسفر أو هجرة اليوم تقدر تستغل هذا الموضوع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن لغاية مساء يوم الغد أو مغرب يوم الغد التركيز على الأموال المشتركة بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو مسائل صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرد أو تمويل أو تأمين أو ميراث أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة ركز بكل شيء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم القمر موجود مقابلك تماما فهو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو مصالحة والأجواء فيها كثير أشياء ومزايا إيجابية ولكن عشان عطار ديفيت راجع ما بنصح إتمام خطبة أو زواج أو زفاف أو توقيع عقد تجاري بهذا اليوم حاولوا تصبروا لحديث مع عطارد يرجع للحركة الأمامية حاذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محلوا لأي كان وخصوصا للشركاء ممكن اليوم تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم حاول برضو أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان لأنه مقابلك يعني طاقتك ضعيفي يعني أنت الضعيف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر